موسيقى يهلا فيكم تحتل السعودية المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في مجال التجارة الإلكترونية بحسب ما نشرته صحيفة الوطن حيث ذكر أحد المختصين أن حصة المملكة من حجم التجارة الإلكترونية من حيث عدد العمليات عمليات الشراء الإلكتروني ستأخذ الحصة الأكبر خلال هذا العام الحالي بناء على التقارير الاقتصادية المرصودة في هذا الشأن نتابع هذا التقرير بعد ذلك سيكون لنا نقاش حول هذا الموضوع موسيقى موسيقى تعد التجارة الإلكترونية صنع ناشية بالمملكة وتأتي بالتوافق مع الرؤية المستقبلية عشرين ثلاثين حيث حققت العام الماضي نموا جيدا وذلك عايدا لارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من تسعة عشر فاصل ستة مليون إلى أربع وعشرون مليون ما بين عامين الفين واربعة عشر والفين وستة عشر وفقا لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الربع الثالث لهذا العام الفين وستة عشر وفي ذات السياق ذكر مهندس المنصات الرقمية سامر السهاري لصحيفة الوطن أن السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في مجال التجارة الإلكترونية وأضاف أن ذلك سيكون بمثابة الدعم الأكبر لهذا التوجه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أكد أن حصة المملكة من حجم التجارة الإلكترونية من حيث عمليات الشراء الإلكتروني ستأخذ الحصة الأكبر خلال العام الحالي بنسبة تتجاوز الثلاثة والخمسون بالمئة في المنطقة العربية 30% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجدير بالذكر أن تقرير هاملتون توقع نمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط بنحو 7.5 مليار بحلول العام 2020 للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضمنا في الاستوديو الرئيس التنفيذي شركة بيمارز أستاذ عبدالله البراق عبدالله مساكلة والخير أهلا مساكلة ورحا هكي الله سيدني معك اليوم خالد هيا كلا خلينا نبدأ ننطلق من ما ذكر أن المملكة يلول عربيا في حجم التجارة الإلكترونية هل تتفق مع هذا الرأي؟ طبعا نسبة إلى عدد السكان وليس إلى العمليات أو عمليات الشراء الإلكترونية إلى عدد السكان المملكة تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن إذا تحدثنا عن ثقافة التجارة الإلكترونية هناك دول تفوق المملكة العربية السعودية الإمارات تقود المنطقة الكويت عدد مستخدمي أو الذين يعني من الممكن أن يشترون من خلال الانترنت 80% مصر حراك كبير جدا في الطبقة المتوسطة نسبة أيضا إلى عدد السكان المغرب هناك حراك كبير جدا في التعاملات الإلكترونية باقي الدول متأثرة بالأحداث السياسية والاقتصادية وغيرها لكن نعود ونقول بأن المملكة نعم كحجم تداولات في قطاعين فقط وقطاع الطيران وقطاع الإيواء الفنادق تعتبر هي الأكثر نسبة إلى عدد السكان طيب أبس لك ليش البعض يميل فعلا لتجارة الإلكترونية البيع والشراء عن طريق الإنترنت عن طريق المتاجر الإلكترونية كنا سابقا نتكلم عنه كان فيه غير يعني مثوقية في هذه العملية لكن صار فيه توجه لها يعني كبير في الأولى الأخير وما زالت عدم الثقة موجودة ولكنها تتحسن نسبيا يعني هناك عدم الثقة في الشراء من خلال الإنترنت على افتراض بأن المصدر أصلا غير معروف لدي لم تخرج الشركات الكبرى في البداية في بداية التجارة الإلكترونية لم تخرج الشركات الكبرى بمنتجاتها اعتمدت على تجارتها التقليدية على الصلاة أو الشرم فبالتالي هناك منتج ولكن لا أعرف مصدر هذا المنتج عندي تخوف يصلني ولا ما يصلني هل بيصلني مثل ما هو موجود في الموقع أو لا هذا التخوف موجود إلى الآن وهو أحد يعني أهم التحديات التي تواجهها تجارة الإلكترونية في الملكة العربية السعودية لكن هذه النسبة تتحسن هناك شبكات تواصل حسنت من مستوى الثقة أعتقد أن الإستقرام ويعتبر أهم شبكات التواصل التي حسنت من زيادة الثقة يعني بس أرجع وقول لك يعني ما زال رغم أنه حتى وزارة التجارة أطلقت تطبيق اسمه معروف أو شيء بالشراكة يعني أنه يوضح أو يجب أنه يدخل التجارة الإلكترونية أنه يسجل يعني فيها التطبيق لكن بناس صدتهم مواقع أنا أعرف واحد من الشباب طلب جنود سيارة مرسيدس أرسل له اللي شرى منه جنود كوريلا في الداخل هذا ولي من الخارج إيه في الداخل في الداخل إيه ممكن وتورط وابتلش طب يقول أين أروح يرجع له يرجع لهذا الذي يشترى أو يتوثق قبل أن يشتري عمليات الضبط لا نستطيع أن نقول بأنها متقنة مية بالمية وأصلا من اشتراطات شكل التجارة الإلكترونية أن يكون هناك مساحة أكبر يعني معروف أتى ليضبط العملية أو يساعد الأسر المنتجة خلنا نقول توثيق حساباتهم ولكن ترى وزارة التجارة لا تستطيع أن تضبط التجارة الإلكترونية تجارة الإلكترونية شيء مختلف عن التجارة التقليدية نعم الآن هي قادرة الآن لأنه الموضوع سهل ولكن في الغد الموضوع سوف يكون هناك حراك إذا وضعنا ضوابط وأنظمة وأصبح هناك وزارة تتحكم في عملية التجارة الإلكترونية فنحن لا نتحدث عن التجارة الإلكترونية نحن نتحدث عن تجارة تقليدية استخدمت أو طوعت التقنية لأدائها مثل ما قلت طالب جنوط سيارة وجدت بجنوط سيارة هذا متوقع لكن علي أن يتحقق من الموضوع والأمر الثاني أنه من الممكن جدا أنه يرد يدفع جزء من المبلغ وإذا وصلت للبضاعة أعطيتك بقية المبلغ أو السلوك المفترض الذي يتم الآن وهو خلق منصات وساطة هذه المنصات تكفل بأن يصلك المنتج أو تصلك الخدمة كما أنت طلبتها وفي حال أنك ما دفعت فلوسك ما راح تجيك البضاعة وفي حال أنك دفعت وستلمت شي ليس كما هو متفق عليه فالآخر يحاسب قانونيا وهذا موجود في دول دول التي بدأت التجارة الأكترونية من التسعينات نحن ترى ما زلنا في هذا المجال في البدايات طيب أنتظر عندكم فكرة شبكة تعتبر أول شبكة التواصل الاقتصادية في العالم عطنا وش فكرة نعم هي ليست فكرة هو مشروع بيمارت شبكة التواصل الاقتصادي أو خلنا نوضحها للمشاهد شبكة تتيح للمستخدمين توليد أرباح من خلال هذه الشبكة يعني بدل ما أنت بجالس في شبكة وقعد تستغرق ست ساعات يوميا والعائد ماديا لا شيء من الممكن جدا أن نخلق لك مساحات من خلال هذه الشبكة تستثمر فيها وقتك هذا ويعود عليك بأرباح تمهيدا لتعاملات تجارية إلكترونية مستقبلية قادمة نسميها المحافظة الاستثمارية نسميها العملة الإلكترونية نسميها التجارة الإلكترونية نحن في 5% من التجارة الإلكترونية شكل التجارة الإلكترونية مفهوم التجارة الإلكترونية لم ندرك بعد هو متطور وسريع الشركات الكبرى في التجارة الإلكترونية وفي تعاملات الإلكترونية وخاصة تعاملات المالية تدرك بأن الموضوع ما زال متاح ولكن هم يعملون الآن في مرحلة قلنا نسميها البيتا والتجربة والديمو اللي يحاولون يسون النظر وكيف يمررون منتجاتهم الإلكترونية من خلال الشبكات شبكة بيمارت هي شبكة تواصل اجتماعية في ذات الوقت هي اقتصادية تتيح للآخرين أن يحققوا عملية أو يحققوا توليد أربع من خلال تبادل المعروضات فيما بينهم من داخل شبكة بيمارت إلى شبكات الأخرى ومن داخل شبكة بيمارت إلى حسابات بيمارت نفسها تقدم جميع الخدمات الموجودة في شبكات التواصل الأخرى اللي هي عملية مشاركة الأصدقاء والصور والفود في الفيديو والمساج واللايف وغيرها ولكن أضفنا لها هذا العنصر كقيمة إضافية بأنه تستطيع أن تمرر أو تستطيع دعنا نقول أن تكون لفترة معينة لوقت معين مسوق لدى شركة معينة يعني خالد مثلا عنده أتباع مثلا عنده أتباع في تويتر مليون شخص فبالتالي يستطيع خالد إذا كان عنده حرج من أنه يمرر إعلان وهذا الحرج موجود إذا كان عنده حرج أنه يمرر إعلان مثلا أو أنه يأخذ مقابل هذا الإعلان فمن خلال بيمارت أو نظام بيمارت يستطيع أن يمرر هذا الإعلان نيابة عنه وأي شخص بيشتري هذا المنتج بدون ما يتكلم خالد أبدا خالد يحق له أن يحصل على مقابل ماد هي عملية لضبط أو عملية متطورة لضبط التسويق الإلكتروني اللي حاصل الآن فبالتالي جمعنا هذه المكونات وهذا التطبيق في شبكة كان من المفترض أن تنطلق هذه الشبكة في 15 ناير في 15 يوم أو 20 يوم وأجلنا ذلك لأغراض أو لأسباب ثنية بإذن الله نترقب أن تنطلق نهاية هذا الأسبوع بإذن الله جميل نحن مكملين معك لكن أستاذ أنك أستاذ المشاهدين بفاصل قصير بعد ذلك نعود أهلا بكم مشاهدين من جديد نتابع الحديث عن أن المملكة الأولى عربيا في تجارة الإلكترونية كحجم تجارة الإلكترونية يتابع معنا الحديث عن هذا الملف في الأستيديو لأستاذ عبدالله البراقل رئيس تنفيذي شركة بيمارت عبدالله قبل شوية ألمحت هذا ما يتعلق بالتسويق الإلكتروني الآن على سبيل ممكن موجة التسويق الإلكتروني هي الموجودة في قطاع التسويق وصارت توجه لها كثير من الجهات سواء حكومية وحتى قطاع خاص الأمر ربما لأنه أقل تكلفة من التسويق التقديدي أقل تكلفة وأكثر جدوى لا أكثر عادي لكن ما يتعلق بمثلا المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وعشان يجي يشوف لك محل يصور محل لك صار يطلب مثلا مبلغ كبير مثلا ثلاثين أربعين ألف عشرين ألف صار ويا ناس بمجرد هذه الزيارة وإني أنا أتكلم صارت البعض يشوفهم صار فيه فوضى في هذا القطاع خاصة في قطاع المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي والطريقة التي تدار فيها نحن مستهلكين للتقنية ومستهلكين أصلا لعلم التسويق الإلكتروني صناع التقنية والتسويق الإلكتروني ترى ما عندهم ذلك شيئا يعني المسألة أنه أجي عند مطعم ويلا هلحقوني وتعالوا وغرد ومن هالكلام أعتقد بأنه هذه موضة وفقاعة سوف تنتهي من يعمل في هذا المجال أنا أقول استثمر وجودك في هذا المجال وحقق الأرباح اللي تقدر عليها لأنه سوف ينتهي هذا الشيء سوف يكون هناك قاع مختلف وقريب يعني نحن نتكلم عن سنة سنتين أعتقد بأنه كل ما مضى أو كل ما سبق يعني سوف يتغير نفسهم المحال والشركات سوف تعيد النظر في مثل هذا النوع من التسويق إذا كان لابد فيجب أن ترتبط باسم أصيل اسم له منتج حقيقي ثقافي فني رياضي اقتصادي وليس أي اسم هذا الاسم سوف يعود عليك يعني أنا أتخوف أنا كصاحب مثلا شركة أنا أتخوف أنه أي اسم يجي سوق لي حتى لو كان متابعين خمسين مئة مليون أي أن يكون الرقم أنا أتخوف أني أمنح اسمي لهؤلاء الشباب أو هؤلاء الشابات اللي لا أسماء معينة لن تدوم هذه كثيرا في المقابل هناك أسماء عندها نجومية أصيلة ومرتبطة بمؤسسات فكرية رياضية فنية ولا تستطيع أن تحقق عوائد وهو مشروع ولا تستطيع أن تحقق عوائد من خلال هذا التسويق دعنا نقول لا أستطيع أن أقول فوضوي ولكن غير منضبط طيب أن تقول ربما تكون هي فقاع فترة وستتلاشى ما البديل للتوقع قادم؟ هناك ضبط العمليات التسويق الإلكتروني أعتقد بأن سلوك التسويق الإلكتروني مختلف هناك الشبكات التواصلة التي تقود أصلا الحراك ومن صنع حراك شبكات التواصل هي الآن تقوم على صنع تقنيات مخصصة لهؤلاء النجوم أو لهؤلاء المشاهير هناك تصنيف تصنيف للأشخاص المستخدمين للشبكة أيضا مسألة المتابعة ليست كالسابق نحن في المملكة العربية السعودية تحديدا لم نلتحق بالإنترنت للاستفادة المعلوماتية حقيقة نحن التحقنا لغرض واحد هو الترفيه لماذا؟ لأن قنوات الترفيه عندنا ضيقة جدا فبالتالي يقضي المواطن ست ساعات على الإنترنت ست ساعات يعني يوميا ترى رقم يعني يخوف لو في الصين كانت ترى ذي تعالج في عيادة حقة إدماء الإنترنت فبالتالي إن جرفنا نحو هذه الأسماء ناس عندهم طابع كوميدي أو عنده طابع دعنا نقول اجتماعي أو توعوي أو أيا يكن ونحب أن نخلق نحب أن نتبع شخص دائما نحب أن نجعلنا قدوة ونلحق هذا القدوة والغريب أنه مؤثر يعني إذا قال رحشتر ذالشي يروحون يشرون مباشرة يعني أعتقد أنه كانت في البدايات هذه المسألة الآن بدت تتلاشئ حتى المحال بدت تدرك بأن القضية ليست كسابق عادها أسماء كثيرة يتبعها خلنا نقول مثلا مليون إذا غرد بمسألة أربع خمسة عشر عشرين يسوون له ريتويت بعضهم ما يتبع له عشرين ألف وإذا غردوا بتغريدة أسوله ريتويت 200-300-3000 فبالتالي هذه مؤشرة قياس تأثير ليس بالعدد يعني فقط أنه يأخذ كمؤشر واحد ويبني عليه خلنا نقول إن شاء الله أنه فيه زيادة في الوعي يعني الوعي قاعد يزيد مرة بعد مرة نتوقع أنه نحن قاعدين ننضج وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام ساهمت ترى في نضوج جوانب جوانب المجتمع السعودي تحديدا طيب الشباب السعودي ما شاء الله يعني في الجانب التقني متميزين وبدأ لنا نشوف حتى في كثير من الشباب بتكروا تطبيقات على الهواتف المحمولة ذات أفكار متميزة ودامنا نتكلم عن تجارة الإلكترونية نتكلم حتى عن قطع الأخر ما يتعلق بخدمات تقدم تكون ذات يعني يعني بعض الشباب عندهم تطبيق لغسيل السيارات على سبيل المثال هناك تطبيق لصيانة السيارات هناك يعني فيه تطوير التقنية وستثمار خلنا نقول وظفوا هذه التطبيقات ولكن مسألة الابتكار هي بلاتفورم جاهزة أصلا يعني يتم استيرادها من مصنعة مبرمجة وإعادة شكلها وإعادة الواجهات الخاصة فيها والتسمية وإطلاقه من جديد لكن هذا ما يمنع يعني إحدى جوانب الاستثمار في تطبيقات الإلكترونية أن تعيد تدوير هذا التطبيق أو تخصصه على جغرافية معينة أو جنس معينة أو فيها عمرية معينة مسألة ابتكار التطبيقات لا أستطيع أن أقول بأن هناك يعني ابتكار حقيقي لكن هناك توظيف جيد للتطبيقات وأصبحت موضة الآن أتمنى فعلا يعني من كان يريد أن يكون له تطبيق ويعتني بهذا التطبيق ويحقق من خلاله أهدافه والثروة التي يتمناها أن يعمل بجد القضية مهو بقضية تطلق تطبيق وخلاص الناس بتجي هناك التزام هناك جانب تطوير هناك جانب دعم يحتاجونها الشباب دعم مهم جدا في هذه المرحلة حظنات العمال تشوف دورها في هذا الجانب ويقوم بدورها أنا بالنسبة لي عن تجربة شخصية من 2009 بالنسبة لي أعتقد هناك مشاريع أكبر من مفهوم حظنات الأعمال أو دعنا نقول لا تستطيع حظنات الأعمال أن تقوم عليها مباشرة مسألة أنه تريد أن تخلق رائد عمل وأنت من يتحكم فيه رائد العمل هذا ويتحكم فيه فكرة وتطويره فهذا ما أصبح رائد عمل رائد العمل هو شخص يجب أن تتوفر فيه ثلاث مسائل إضافة إلى الجرأة نسبة المخاطرة عالية جداً نسبة الانتشار سريع جداً فبالتالي عندما يعني نقول والله نحن نخلق رائد عمل رائد عمل لا يخلق بهذه الطريقة وهذه مسألة دائماً أقول بأننا نسيء لمفهوم رواد الأعمال في الحقيقة نحن نقول لدينا شباب طامحين وشباب لديهم القدرة على إثبات وجودهم لكن مسألة أني أطلق علي رائد أعمال وش خليت البلغيتس وخليت الآخر لماذا أحسنك محبط؟ لست محبط أنا متفائل جداً وأعتقد أنه القادم أفضل أعتقد بأنه كان فيه مرحلة من المراحل كان فيه نوع من الإحباط ولكن أدركت بأنه الخطأ يقع علي أنا الآخرين لا يتحملون مسؤولية فهم هذا النوع من المشاريع ونخلق فبالتالي الموضوع جيد كان حقيقة فيه نوع من الإحباط عندما ترى المباركة من خارج المملكة العربية السعودية بينما في المملكة العربية السعودية حقيقة ما كان يعني كنا نتكلم مع الآخر مع المستثمر مع المطور وكأنك تقول أحجية أو تقول لغز أو تقول شيء غير مفهوم تماماً فبالتالي نعود ونقول بأنه هذه صناعة فتية أتمنى أن أكون أنا وفرق العمل والقائمين والتطبيقات الموجودة الآن والشركات الموجودة الآن نحن قادة هذا المشروع الذي سوف يعود بالاقتصاد أو يعود بتنمية الاقتصاد الحقيقي ينمي الاقتصاد الحقيقي أعتقد بأنه التجارة الإلكترونية قادرة على أن تحقق في عشر سنوات متفائل مستقبلها إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هو التفاول يأتي من الخارج أنا أقول متفائل بأنها تقنية تفرض نفسها أسلوب تجاري سوف يفرض نفسه رضينا أم أبينا إذا تحررنا من بعض القيود ومن بعض الأنظمة ومن بعض الوصايات الصورية إذا كان هناك وصايات مين؟ وصايات مؤسسات الحكومية بشكل عام عندما تتدخل في هذه المشاريع أو تتدخل في تشكيل هذه المشاريع فنحن نعود إلى الخلف لا نذهب إلى الأمام إلا إن كانت عملية سوبورت دائمة فقط سوف تدعم دون أن تتدخل هذه أعتقد هذا اللي نحتاجه الآن جميل شكرا لك عبدالله البراق الرئيس تنفيذ الشركة بيمار تحتك العافية مازلنا معكم مشاهدين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر